دمر لواء 43 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين بالحجد الشعبي مضافة كان يستخدمها الإرهابيون في جنوبي المحافظة وذكرت هيئة الحجد في بيان أن تدمير المضافة جاء خلال عملية دهم وتفتيش وتأمين المناطق الواقعة ضمن قطع المسئولية لمزح المنطقة بالكامل تأتي هذه العملية ضمن الخطة الأمنية لشهر محرم الحرام ولمنع أي تسلل للإرهابيين وتأمين المواكب الحسينية في قضاء بلد والدجيل ومناطق الحاتمية وسعود وطريق الرابط بين سامراء وبغدادة